في منطقة تعيش على صفيح ساخن منذ سنوات تتداخل الأجندات الإقليمية والدولية لتحيل عددا من دولها خرابا تضرب في المصالح بين أطراف متعددة تدفع أثمانها شعوب المنطقة ولا تزال لتأتي تصريحات رئيس الوزراء عدل عبد المهدي الأخير بشأن دخول المنطقة في اتفاقيات وتسويات سياسية جديدة عبد المهدي قال خلال مؤتمره الأسبوعي الأخير إن ما يحصل في اليمن وانتهاء الحرب في سوريا وما صرحت به السفارة الأمريكية حول عدم استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للحرب على أي دولة مؤشرات على أن المنطقة داخلة على تفاهمات سياسية جديدة كل المؤشرات في المنطقة تشير إلى حالة من التعب من الحرب والتعب من الحروب المحلية اليوم التسوية في اليمن مؤشر مهم اليوم التسويات أو الوضع المتطور في سوريا أيضا مؤشر مهم مراقبون التساءل عن طبيعة هذه التسويات توقيتها سيما وأن تصريحات عبد المهدي جاءت عكس الواقع الذي تعيشه المنطقة ففي العراق يتصاعد الحديث بشكل ملفت عن عودة نشاط تنظيم الدولة سيما مع التصريحات القادمة من واشنطن حول عدم الرغبة في مغادرة المنطقة قبل القضاء تماما على التنظيم كذلك لجم النفوذ الإيراني المتزايد وهما تثبته التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عزمها سحب قواتها من سوريا البلد الذي ما زال يعيش خرابا شبه كامل وتدخلات من دول عديدة تلغي مفهوم الاستقلال والسيادة التي يتبجح بها نظامه فيما يعيش لبنان وضعا هشا هو الآخر بسبب تحالفات الأضداد التي شكلت بموجبها حكومة سعد الحريري عبد المهدي أشار في حديثه إلى محادثات السلام في اليمن على الرغم من أن تلك المحادثات المتلكئة لم تؤتي أكلها حتى الساعة بسبب الخلافات التي تتجدد كل لحظة بين طرفيه ومع زالة البلاد تعيش أزمة كبيرة بسبب المجاعة إشار الأمراض نتيجة الانفلات الذي ولده انقلاب ميليشيات الحوثي أوصات سياسية رأت في تصريحات عبد المهدي تمهيدا لزيارته المرتقبة إلى واشنطن ومحاولة لتفادي الحرج من المأزق الذي تمر به حكومته بسبب الصراع الأمريكي الإيراني الذي يراد للمنطقة والعراق على وجه الخصوص أن يكون ساحة مفتوحة له